السلام عليكم متابعي قناة المستديرة الرياضية أهلا وسهلا بكم إليكم عنوين أخبار اليوم أولا شركة بوما ترفض تجهيز المنتخب العراقي نهائيا ثانيا يونس محمود يطالب بهدم ملعب الشعب الدولي ثالثا عودة آدم طالب من بوابة الشباب رابعا حمد أدبيخي يتجاوز على المحللين العربي بكلام قاسي بسبب تجاوزهم على العراق ابقوا معنا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة مشاهدة ممتعة حارس مرمى المنتخب البحريني حمود السلطان في تصريح صحفي قائلا مباراة العراق والفلبين في البصرة سوف ترعب المنتخبات الذي سوف تلعب في البصرة في تصفيات كأس العالم مثل مباراة العراق واندونيسيا التي حدث هزة أرضية في الوطن العربي لم نشاهد مباراة عربية تحتوي على هكذا كم هائل من الجماهير العراقية في البصرة حتى في النهائيات رسميا بعد استدعائه من قبل عماد محمد آدم طالب يتواجد بشكل رسمي من منتخب الشباب لخوض بطولة غرب آسيا إفادة كريستيانو رونالدو حسب الصحيفة الرياضية قائلا أحترم كل الأندية والحركة الصادرة في اللقطة في مباراة نادي الشداد تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة أو غير أخلاقية مما يتصورها البعض واعتدنا عليها في أوروبا سرقة حقيبة تحتوي على الخطط الأمنية لأولمبياد باريس في القطار الحقيبة كانت فيها جهاز كمبيوتر ووحدة ذاكرة خاصة يحتوون على جميع الخطط الأمنية الخاصة في البطولة تمت السرقة في محطة غارد نور في العاصمة الفرنسية باريس شركة بوما تعتذر عن رعاية منتخب العراق بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات واليوم تم الوصول إلى اتفاق نهائي بين الشركة والاتحاد العراقي لكرة القدم بأنها ترفض تجهيز العراق نهائيا لجنة الانضباط في الاتحاد القطري لكرة القدم تقرر إيقاف رئيس ناديا لوكرة الشيخ خليفة بن حسن ستة أشهر والمنع من دخول الملاعب بسبب دخوله إلى أرضية ملعب مباراة السد ولوكر في دور أكسبو تغريم الشيخ خليفة بن حسن بمبلغ وقدره مائة ألف الفريال بسبب تصريحاته الإعلامية ومخالفة المبادئ العامة للسلوك الرياضي على أن يكون الدفع خلال عشر أيام من تاريخ اليوم المحلل الأردني هيث مشبول في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا الإسباني خيسوس كاساس قدم لنا جيل وتوليفة محترمة هذا الرجل أوصلنا لمرحلة جعلنا لا نعرف اللاعب الأساسي واللاعب الاحتياط النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي يونس محمود يطالب بهدم ملعب الشعب الدولي ليحل محله الملعب المهدات من السعودية يذكر أن ملعب الشعب تم تأهيله حديثا يعتبر منتخب سيدات العراق واحدة من بين 12 منتخب حول العالم غير مصنفة ضمن تصنيف الفيف الحالي والذي أصدر في الخامس عشر من ديسمبر ويتن مستثناء المنتخبات التي لم تلعب مباريات خلال آخر 48 شهرا أو التي لم تلعب خمس مباريات ضد المنتخبات المصنفة رسميا إن تصريح سابق لصالح راضي ذكر إن ذهاب المنتخب النسوي لمشاركة في البطولة لغرض دخول العراق للتصنيف العالمي المحلل السعودي حمد أدبيخي في تصريح صحفي قائلا أنا أتعجب من محلل عربي يحمل الجنسية العربية بالإضافة إلى أنه مسلم يتجاهل الحقيقة ويجامل في تصريحاته بالإضافة إلى موضوع آخر هو أغلب المحللين العربي يحبون أن يطيحون بعضهم البعض من كلام سلبي جدا وهذا ما شاهدناه بكثرة محلل أردني ومحلل كويتي ومحلل قطري وبحريني وإلى آخره من المحللين العرب الذي أصبحت تصريحاتهم مشهورة حول العالم وهم يتركون الحقيقة ويتكلمون بالكرة ويضعون اسم العراق في كل حوار لهم وأنا أقول هؤلاء ليس محللين رياضيين ومن العار على القنوات الفضائية استضافة هكذا نماذج عديمة الأخلاق العراق بلد عربي حاله حال العرب وكرة القدم العراقية حالها حال جميع المنتخدات العربية ولا فرق بين أحد وآخر وعلينا أن لا نظلم الحق العراق كبير ودائما يصارع الكبار علي رحيم المالكي الجمهور العراقي أصبح يطالب بتشجيع مختلف عن السابق مع كل الاحترام للمشجع مهدي الكرخي جلسنا وقدمنا له دعوة ورفض الحضور لم يكتفي بذلك فقط بل تحدث عبر إحدى القنوات وقال هؤلاء لا يهتفوا للعراق والتيفو ممنوع أتمنى أن يتابع ماذا تقدم رابطة مشجع المنتخب السعودي وكيف ترفع تيفو بكل مباراة نحن مجموعة شباب هدفنا تشجيع المنتخب باستمرار طوال المباراة وعدم التوقف أبدا وتنظيم المدرج بأفضل صورة إيجابية أمام العالم المشجع كنقد كل الاحترام له لكن الرجل ليس له دخل بالتشجيع الرجل يرفع العلم ويتجول قلة من جيل 2007 لديهم أخلاق عالية لكن هؤلاء مشهودة الهم داخل وخارج الملعب بعد الاعتزال لم يخرجوا في القنوات والبرامج المشبوهه لتسقيط أحد أو لأجل الحصول على منصد حتى تصريحاتهم مدروسة ومثقفة كل الاحترام لهم النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا أنا من تبنى موضوع القائمة الموحدة في الاتحاد العراقي لكرة القدم وهو مقترح يعبر عن وجهة نظري بعض الأشخاص وجدوا أن هذا المقترح لا يتلاءم مع أفكارهم لذلك دفعوا به إلى اتجاه آخر القائمة مفتوحة للجميع وليس كما يتهمني البعض بأنها محصورة على المناطق الغربية وأقليم كردستان تلقى مدرب العراق في سوسكاساس نصيحة من مدرب إسباني تتمثل في استدعاء أحد لاعبيه المحترفين في فريقه لصفوف منتخب العراق ويستعد المنتخب العراقي لمواجهة نظيره الفلبيني في الجولة الثالثة من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 في الواحد وعشرون من شهر مارس آثار المقبل وقالت مصادر خاصة لموقع العراق إن المدرب الإسباني باكو خيمي نيس مدرب فريق تراكتور سازي الإيراني نصح مواطنه مدرب العراق خيسوس كاساس باستدعاء المحترف العراقي الموهوب في صفوف تراكتور صفاء هادي لصفوف المنتخب والمشاركة معه في التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أسيا 2027 وأضاف المصدر أن خيمي نيس تحدث مع مدرب العراق عن وضع المنتخب ومشاركته الأخيرة في كأس آسيا 2024 التي أقيمت بقطر حيث أكد بأن المنتخب العراقي قدم مستويات كبيرة في البطولة وكان ينقصه التوفيق للتتويج باللقب لا سيما بعد التغلب على المنتخب الياباني وكسر سلسلة انتصاراته المتتالية وأوضح أن مدرب العراق يتواصل مع عدد من المدربين الذين تربطه بهم علاقات وطيبة من أجل الاستشارة وتحسين العمل بينما يتواصل بشكل يومي ومكثف مع طاقمه المساعد لمعرفة الأرقام والإحصاءات الخاصة باللاعبين الذين تتم مراقبتهم مع عنديتهم سواء في الدوري المحلي أو خارج العراق وأكمل المصدر أن كاساس ينال حاليا قسطا من الراحة في إجازته مع عائلته بالعاصمة الإيطالية روما حيث سيعود إلى إسبانيا قريبا ومن ثم يتوجه إلى العراق لوضع آخر اللمسات على تحضيرات المنتخب العراقي لمواجهة الفلبين التي يريد من خلالها كاساس الاعتذار للجمهور بتحقيق انتصار كبير يصالح به الشعب العراقي ولن يقوم مدرب العراق بتغييرات كثيرة في قائمته للتصفيات الأسيوية حيث بدأ يتجه إلى الاستقرار مع العمل على بعض المواهب الجديدة من خلال منحها الفرصة الكاملة مثل لاعبها مرب السويدي منتظر ماجد إذ سيطالب كاساس إجراء مباريات ودية تحضيرية للمنتخب العراقي في المرحلة المقبلة كي يتم منح الفرصة الكافية لجميع اللاعبين ولا سيما الجدد شكرا